اشتركوا في القناة انا والد احد المصابين في هذا البلد بسلاح سوزن ولا زار راقد في المستشفى ولا استجاب الى اي دواء قدموه اليه ولا تقدمت حالته الصحية ولا شعره بالعكس الى الوراء دبل يومين كان الدكتور موجود اياي ويتكلم عن حركة هو قام بها فالدكتور يقول بان هذا ما يعني بانه في تحسن حسب الاجهزة الموجودة عنده يقول بان الخلايا مال المخ تلفت تقريبا مئة في المئة وانه عند الهبوط في القلب ثلاثين في المئة ما قاعد يستجيب الى اي علاج او اي مضاد وبالنسبة للحركة اللى سواها الدكتور يقول بانه هذا مو ميت لا زال موجود ويحس اليكم ويشعر اليكم اذا تتكلمونوا اياه والباقي على الله ونسألكم الدعاء بان يفرج الله عن كل مريض ان شاء الله